السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجلش ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم من اتقناكت الصف الثلاثة اللي ابتدائي ترميل اول من كتاب استابقهك هنبدأ ان شاء الله معارضة لسون سري و لسون فور هيبقوا في فيديو واحد بازن الله ناخد الفوكابلوري معانا دلوقتي نبدأ بالفوكاب فريكشن 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 يعني كسر يعني ايه كلمة كسر يعني جزء من الكل جزء من الكل هنا عندنا الكل السيركل دي كل اخدنا منها جزء اهو يبقى ده ايه فريكشن نصها فريكشن كسر وان ايتس وان ايتس يعني التمن التمن ده اللي هو نص الربع التمن اللي هو نص الربع وان ايتس هاف 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 اللي هو النص 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 في الشي نص في الكل ده عندنا السيركل دي الكل اخدنا هنا ايه الرد ده ايه بيمثل ايه بيمثل بيمثل الهاف النص هاو ماني هاو ماني يعني كم عدد هاو ماني وان ثيرد وان ثيرد يعني طلت الطلت ده اقل من النص كي ستيودنت 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 يعني تلميس وان فورث وان فورث اللي هو الربع وان فورث كلاس ميت كلاس ميت اللي هو زميل الفصل اللي هو الزميل الدراسي زميل في الفصل كلاس ميت هنا عندنا وان فيفس وان فيفس اللي هو الخمس وان فيفس اوكي زوول زوول اللي هو الكل زوول الكل طيب هنا عندنا برضو فوتو كلمة فوتو فوتو صورة اليفمت اليفمت فيل هنا عندنا بيعرفنا ان لتر بي و اتش مع بعض بيجو جنب بعض بيتنطقو حرف ف فوتو اليفمت فوتو اليفمت ويت ويت ابيض ويت ويل ويل اللي هو الحوت وير 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 هنا اداة استفام بمعنى اين وين وين اداة استفام بمعنى متى يبقى هنا بيعرفنا ان البي وراها اتش اللي اتنين لتر ورا بعد بيتنطقوا ف فوتو اليفمت ويت ويل وير وين طبعا لازم نعرف ان دول ادوات استفام وير بنسأل بها عن المكان بمعنى اين وين بمعنى متى هنا بيعرفنا جزئية بسيطة بيقولنا يعني ايه ان الفراكشن اللي هو ايه الفراكشن قلنا اللي هو الكسر اذا بارت هو جزء من الكل جزء من الكل يبقى الكسر جزء من الكل اللي هو الكل مسلا عندنا هنا سيركل السيركل دي الكل هناخد منها جزء ده ايه بنسميه فراكشن هو عطينا هنا الاجزامبل اهو بيقولك انظر الى ايه المتظلل باللون الاحمر في الدايرة نصف الكل نصف الكل هي طبعا ده ايه ده هاف اوكي ده ايه ده هاف ده النصف اوكي اوكي نبدأ نحل هنا هنبدأ ان شاء الله من اول ايه اكسرسايز نمبر 2 هنا بيقولنا read and complete عطينا في المربع ده third grass whole animals طيب نشوف الكطعة بتقولي the animals live in different places بيقولنا ان الحيوانات بتعيش في اماكن ايه مختلفة dot of the animals lives on a farm طيب third of the animals ولا grass ولا half ولا animals طبعا ايه half of the animals هناخد هنا half number ايه number one 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 third one third are black and white ph طبعا الجزء ده بيتوقف على حفزنا للكلمات بيتوقف على حفزنا للفيكابلري اللي احنا اخدناها في اول ايه في اول اللسن طب نشوف هنا دي كلمة ايه طبعا دي ايه where اين بيفتكر مش فاكر بيسأل نفسه انا حطيته فين هتبقى هنا الو h elephant فاقلنا ايه اللي بتنتق فاقلنا الى ال ph white white لون ابيض w h هنا ايه when when w h whale w h هنا photo photo هنا ph okey يبقى where elephant white when whale photo نيجي للسؤال ده مهم طبعا لازم نكون عارفين التقديرات يعني ايه التقديرات يعني لازم نكون عارفين ان the half وده ايه وده ايه وده ايه لازم نعرف الفرق ما بين fourth والthird والeighth اوكي والhalf بس هو اسهل حاجة بتبقى معنا الhalf اوكي مش نبدأ ب number one number one ده ايه ده ربع لانه عملنا كده هيبقى الها بالنص طيب ده ربع نص ده نص النص هيبقى ايه one fourth يعني ايه one fourth اللي هو الربع one fourth طيب اللي بعد كده ده ايه ده ايه ايه one third ايه one third اوكي ناخد بالنا ان احنا هنا بنعمل شرطة صغيرة كده ده اكبار علينا نكتبها one fourth one third one eighth اوكي يبقى ده one third اصل حاجة عندنا طبعا ده half النص half طيب ده ايه ده طبعا مش one fourth لو كان معاه مزلل ده عيبقى one fourth طيب ده النص one fourth النص one fourth اللي هو one eighth one eighth النص one fourth one eighth اوكي طبعا دي صورة تسكرية صورة photo وده ايه ويل اللي هو الحوت وبكده يكون lesson four خلص تعالوا نبدأ lesson lesson three هنبدأ lesson four نبدأ بال vocabulary lesson four طبعا vocabulary d حفظها مهمة جدا كل ما تحفظوا كلمات كل ما يبقى عندكم حصيلة تنفعكم في البراجراف تنفعكم في حاجات كتيرة جدا اول كلمة معنا هنا happy earth happy earth يعني كرة ارضية سعيدة happy earth happy earth planting 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 يعني زراعة planting recycling 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 يعني اعادة التدوير يعني مثلا القمامة بناخدها نعملها اعادة التدوير بنستفيد منها الازايز الحاجات اللي بتترمى بناخدها نعمل لها اعادة التدوير وبنستخدمها في اشياء تنفعنا بعد كده يبقى happy earth planting recycling bloating bloating يعني تلويس النهر bloating the river بلوتينج ستز بلوتينج ستز يعني بلوتينج ستز اللي هو تلويس المدن اوكي اوكي reusing يعني اعادة استخدام هنا كلمة re في الاول re يعني بتدل على الاعادة reusing reusing وعارفين ان كلمة using اللي هي استخدام riding a bike riding a bike ركوب الدراجة riding a bike going by car going by car يعني الزهاب بالسيارة going by car sorting trash sorting trash يعني فرض القمامة sorting trash clearing trash يعني ازالة القمامة clearing trash clearing trash clearing clear اصلا بمعنى ينظف clearing اللي هي مثلا التنظيف بينظف الكمامة يعني بيزحوها بيزلوها بيشيلوها اوكي اوكي plastic 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 اللي هو plastic pollute pollute يعني يلوث glass glass يعني زجاج reuse reuse يعيد استخدام paper paper اللي هو الورق paper recycle recycle يعيد تدوير قلنا التر ر في الاول بمعنى يعيد plastic pollute glass reuse paper recycle palacone palacone يعني اللي هي palacone palacone put put يعني يضع put flowers flowers زهور flowers clean clean ينظف bees اللي هو النحل food food يعني طعام كلمات سهلة جدا نبدأ نحل في الاكسرسايز هنبدأ من اول الاكسرسايز number 3 وهو المات هنا عندنا put don't put plant clean recycle طعب هنا بيقول لنا plastic in the sea animal habitats with your friends glass paper and plastic water and food on your palacone for the birds هنا بيقول لنا انك الماء والطعام في البلكونة للطيور flowers to help peace طيب put هنا بيقول لك put ايه put water and food on your palacone بيقول لك ضع الطعام والماء في البلكونة للطيور هنا دي نصيحة number one ب letter d طيب بيقول لك don't put يعني بين هيك عن don't put a don't put plastic in z c ما ترميش البلاستيكات في c يبقى هنا blitter a طيب plant plant a ازرع flowers to help peace عشان انت استاعد النح blitter e clean clean نظف clean e clean animal habitats with your friends نظف المكان او البيئة المحيطة بالحيوانات انت a و اصدقائك يبقى blitter b recycle recycle glass paper and plastic هنا بيعرفنا بيعملوا اعاد التدوير للورق القديم ولل glasses وال a ول plastic okay يبقى هنا number five blitter c دي كلها على فكرة مصايح put letter d don't put letter a plant e clean b recycle letter c هنا جزء supplies missing letters هسيبكم ترجع كلمات بتاع الليسون كويس وتعالوا اختبروا نفسكم في الجزء ده الجزء ده بيبقى اختبار للاولاد لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكمنت وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد